أحمد سعيد لما كان بيطلع في أيام النكسة ويقول وقعنا 80 طيارة كانوا الناس بيعملوا إيه في الأهاوي كانوا بيقوموا يحضنوا بعض كانوا بيبوسوا بعض كانوا بيكبروا كانوا بيسجدوا يعني الناس كانت مصدقة ليه؟ لأنه ما كانش فيه غير أحمد سعيد هل إحنا النهاردة عايشين في زمن أحمد سعيد؟ لا هل ما فيش غير أحمد سعيد؟ لا هل فيه ناس شبه أحمد سعيد؟ آه لو الزملاء يطلعوا لي صورة الحظيرة اللي كانت في أول الحلقة هكون شاكر جدا عشان بس مهمة أوي قبل ما نتكلم على الفقرة دي آي والله نور عليكم طيب دول أمثال أحمد سعيد مجموعة من الكاذبين أو الكذابين الأفاقين المنافقين المطبلين للسلطة بيعلموا علم اليقين إن البلد بتعيش نكسة وإن إحنا لو أعنا طيران ولا عملنا أي حاجة وإن دولة الاحتلال دخلت سينة وإن سينة راحت وإن الأرض راحت وما فيش خطة انسحاب والدنيا بايزة أحمد سعيد كان عارف ده وكان بيطلع يقولك إيه؟ وقعنا تمانين طيارة فالناس تكبر تقولك نفس القصة بيعملها الشيء ده مع مجموعة الأشياء اللي هناك دي اللي هو إيه؟ اللي هو إحنا جامدين جدا العالم كله في أزمة إحنا ما عندناش مشكلة فخامة الرئيس أنقذنا ده أنتم مش شايفين الإنجازات ده أنتم مش شايفين ده عمل وسوى ومش عارف إيه الفرق هنا إيه بقى؟ هو البني آدم اللي قدامك ده هو اللوجو اللي طالع قدامك هي القناة اللي انت بتتفرج عليه هو إحنا هو أن ربنا شاء أن مجموعة من الناس تقرر أنها تقول للناس دول كفاية كذب بس فكانت القناة دي من عشر سنين والحمد لله لسه موجودين ومكملين معكم فالفكرة في إيه هنا؟ أن انت في الكذب والتضليل وفي إعلام الحضيرة اللي هو مش عاجبه وبيقولهم لا كمان يا جماعة نفقونا كمان يا جماعة هو مش قادر يعمل ده لأن احنا موجودين طيب ليه المقدمة دي؟ انت ليه بتعيد اللي قلته دي مش إعادة دي بس تقديمة مهمة أوي للفيديو اللي هنسمعه دلوقتي تعالوا نشوف السي سي قال إيه النهاردة الصبح أعملنا إيه يا جماعة؟ كنا صدقين أوي وكنت أمين أوي مش كده وإيه وإيه؟ وما وعدتش وعد إلا ما إيه؟ إلا ما نفسته لا يا شيخ ويكأن احنا بقى في خمسة يونيو سبعة وستين يعني ها؟ ويكأن احنا هنسمعك النهاردة فهنقول يا جماعة إيه ده الراجل قال وعدت وعده ما وعدناش وعد غير ما نفزناه طب هنطلع نقول إيه؟ لا 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 بلاش خطاب السيسي تعالوا نتكلم على حاجة تاني ويكأن احنا اتخضينا بقى ها؟ وصدقناك مع أصل انت ما بتو... ما تيجو نشوف يا جماعة الراجل ده وعد كم وعد كده وأوفى به يا نهارا بيت طب أنا هاقف فيه ده حتى المكان ما فيش مكان ان أنا هاقف فيه معرفش بقى نوسع الكادر شوية ولا أطلع أنا برا وأقرأ من بعيد ولا أعمل ايه؟ قصة محتاجة حركة برضو الراجل اللي فندي اللي هناك ده بيقولك ما بوعدش وعد ما قدرش أنفزه طب نبدأ بالقريب نبدأ بالقريب يلا هعمل ميثاق شرف إعلامي ونكفل حريات الإعلام طبعا أنا بتكلمه وبقول رأي وبنتقد فخامة الرئيس إيه المشكلة؟ معلش ننسيت أنا في لندن ومحضوط في تلق قوائم إرهاب ومحكوم عليها مش عارف كم حكم معلش أنا آسف طلعت قاود ديها فخامة الرئيس ما تخلنيش قعد ثانية واحدة ضد إرادة الناس الله السيسي لما قلنا له يرحل يا سيسي طلع قال بقى أنا لما خركه من أمة العوز تعملوا أشتاج يرحل يا سيسي أزعل ولا مزعلش اتفلق بس أنت وعدت أنك هتمشي هتغور وما غرتش وإنت عارف الناس مش عايزاك لن يحدث تصعيد في الأسعار مما حصل للدولار ها أنت دي تتاخد كده وتقوم طبعها ولزقها هنا تكتب كده ختم على قرطه زي ختم كداب كده اللي هيطلع عند المسيخ الدجال حاجة شبهه كده تاخد الكلمة بتاعت مش هنرفع الأسعار مهما حصل الدرالت زي ما قلتلك ختم كده وتلزقها له على قرطه لأنه مش ممكن ما وعدش وعد ما حصلش لن أتمكن من الاستمرار لفترة ثانية دون إرادة الشعب المصري بس زي ما أنت عارف وعدر الدستور وطول الفترة شوية فلسه ما خلصتش فاحنا مش عارفين الحقيقة وطبعا قصة إرادة الشعب المصري دي فيها يعني لها وعليها الحقيقة أمر نسبي يقدره فقط فخمة الرئيس شبكة طرق تمسك مصر كده فاحنا الحمد لله من الأعلى في حوادث الطرق وعمل الشبكة وقام حاطط على كل طريق فيها رسم دخول أو مرور مش عارف كم جنيه والناس اتخربتها قبل ما ترفع الدعم لازم نغني الناس الأول وعمل بإيده كده فاكر أنت لما قام عمل لك بإيده كده اللي هي الفلوس هيغني الناس فطبعا أنتوا شايفين الغنى أنتوا عايشين في نغنغة ما عشتهاش قبل كده في حياتك وصورة يناير ضمرت الدولة زي ما أنتوا عارفين فالرجل أغناكوا الحقيقة ورفع لكم حد الأدنى للجور قبل منسى كان تلاتة ونص تلاتة ونص دور الخمسمية قلنا لحضرتك يجيبولك كيلو ونص لحمة وفرختين وطبقين بيت الحمد لله لا أقبل أن تكون الغالبية المصرية ترفض وجودي وأستمر والله إحنا برضو شفنا الكلام ده نمشي بقى نروح هناك كده بكرة تشوفوا مصر شفناها هتشوفوا العجب العجاب شايفينه وبعدين وعود الصبر سبروا معايا سنتين سبروا معايا ست شهور سبروا معايا سنة 2020 هتشوفوا مصر في حتة تانية مصر أم الدنيا وقتبقى قبل الدنيا أممكن الحقيقة أفضل أسمع لكم والله من غير ما بص في الوراء لكن لسه الزملاء الحقيقة كان بنلكوا شاشة كمان أكبر من دي طلعونا الجاية يا جماعة انتوا كده غيرتوا آه كده غيرنا من قدر الحاجات شبه بعضها والله أنا مش بعمل حاجة باسمي دي باسم مصر بس الأسور الرئاسية دي مش عشاني دي عشان مصر طب مدام انتصار عايشة فين طب آية عايشة فين طب الأستاذ محمود الراجل بتاع المخابرات عايش فين طب مصطفى فين يا فخامة الرئيس قول لنا الأسر بتاع العالمين ولا أسر العاصمة ولا الأسر اللي في التجمع ولا أنهي ولا اللي في المعمورة ولا فين الأسور دي مش عشانه والأسور دي عشان مصر عمري ما كذبت ولم أكن طامعا في أي منصب على يدي بصوت فؤاد المهندس طبعا وإحنا شاهدين يا فخامة الرئيس مش هلغي الدعم ولا حاجة ما تخفوش إحنا هنعيد تنظيمه واخد بالك إحنا مش هنقرب من الدعم فلغت دعم وأفقر الناس وخرب بيوتهم أقسم بالله العظيما أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ده كان المفهودي بأول حاجة ده كان المفهودي بأول حاجة وكان ممكن أن احنا نكمل كده القسم ده وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيها أنا هرجع لده بس خلينا نقرأ اللي هناك ده لأن ده الجزء المهم الحقيقة طيب مصر ملتزمة بشكل إنساني بمنع الهجرة غير الشرعية إن بارح اتكلمت معاك واسترفنا كاثرين هيرست وعرفنا أن خمس الناس اللي سافروا إيطاليا مصريين في 2022 أنا رجل صادق قوي وأمين قوي وشريف قوي إن شاء الله وإحنا مصدقينك قوي طبعا جدا يعني نرجع بقى للنقطة دي كم مرة أقسم عبد الفتاح السيسي على هذا القسم ولم يلتزم به عد أنت بقى قدام الرئيس مرسي قدام مش عارف احترم الدستور وبعدين عدله وحدة وسلامة أراضيه باعتران وصنافير استقلال الوطن باع أصول الدولة للإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين والصين وحط زي ما أنت عايز تحط فالحقيقة إحنا أمام رئيس كاذب الحقيقة بيوعد وعود ومش بيلتزم بيها ولا بيافي بيها وجربنا ده على مدار العشر سنين أكتر من مرة